أهلا بكم إلى التفاصيل تعد صيغة القرد الحسن المقترحة من طرف صندوق الزكاة تحت إشراف من وزارة الشؤون الدينية صيغة جديدة تعتمد على القرد مع ضمان السداد دون تحمل لأية أعباء هذا القرد من شانه جلب الشباب وخلق مناصب شغل وبتالي تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية رديا بن هباج يعتبر القرد الحسن صيغة جديدة بدأت تعرف توسعا في الجزائر إذ تقوم على تقديم مبلغا محددا من المال لفرد ما مع ضمان السداد دون تحمل أي أعباء أو فوائد أو عوائد استثمار لهذا المبلغ بل يكتفي المقترد بإرجاع أصل المبلغ فقط حجم القرد الحسنة كل عام 30 ألف قرد حسن أعطيني هيئة في الزيار تعطيني 30 ألف قرد حسن بدون فوائد يروح يخدم يستلك روح وتخيري يقولوا 30 ألف قرد حسن معنى 30 ألف شاب معنى 30 ألف عائلة مور كل شاب كين عائلة معنى الضرب بخمس أفراد متوسط العائلة الجزائرية في 30 ألف عندك 150 ألف شخص تسلكهم كل عام تسلكهم تماما مكنت القروض الحسنة الممنوحة في إطار مشروع صندوق الزكاة الألاف من الشباب من إنشاء مشاريع اقتصادية منتجة وفرت لهم مناصب شغل قرى ومكنتهم من تحسين وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية هو جميل أن ترى شابا مهندسا خارج من الجامعة يستفيد من القروض الحسن وأن ترى معاقل مسكين عنده حبيد إصلاح الدراجات وتعطيه قرض الحسن من أجل هذا المشروع فنأمر إن شاء الله أن تتوزح هذه التجربة التي بهرت الناس عرضتها في ماليزيا وعرضتها في السعودية وعرضتها في عدد كبير من دول عربية بوهروا بتجربة الجزائرية إنشاء القرض الحسن كان فرصة للاستثمار الجيد لأموال الزكاة الأمر الذي يساهم في خلق قيمة مضافة تثمر في إنشاء مشاريع منتجة توفر مناصب شغل للشباب البطال إلى قطاع التربية حيث يبدو أن متاعب وزير التربية عبداللطيف باب أحمد بدأت تتصاعد يوما بعد آخر حيث أعلنت كل من التنسيقية الوطنية لمصالح المخابر وتنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين وكذا تنسيقية المساعدين التربوين انضمامهم إلى النقابة الوطنية لعمال التربية حيث لمحوا بإمكانية تصعيد لهجة المطالبة بحقوقهم إلى إضرابات يمكن أن تشل قطاع التربية ككل سعداوي محمد رصد التصريح التالي والله في حالة عدم استجابة وعند تعليق تعامل سنلجأ لكل حركة الاحتجال التي كنا السباقين بتنظيمها في السبق ولن نتخلى عن أي مطلب من مطالب هذا السلك وسنوسعنا التنسيقية حتى إلى سلك مشرفي التربية نحن نشدوا اللهجة تعنا وراح في هذه الأيام القادمة نشاء الله راح نشدوا اللهجة وراح نروحوا لأبعد حد باش نحقوا رفع التعليق عن النقابة والجمودة نبلغوا رسالة إلى الوزارة التربية اللي رايها مشتنا وراحي اجحفت في الحقوق تاوعنا نحن ذوك وصلولهم رسالة نقولهم في حالة ما إذا يبقوا يتبعوا سياسة طرشين نحن راح نسعدوا للاحتجاجات من إضرابات واحتصانات من جهاته رئيس النقابة عبد الحميد شبوطي نفان يكون لاتحاد قرار الإضراب وتصعيد الاحتجاجات علاقة برياسية القادمة مؤكدا أن النقابة لا تصطد في المياه العكرة الربيع العربي يعني أعملنا لحساب ومحبيناش نديروا حركات احتجاجية كي لا تأخذ مأخذ الفوضى المرض الرئيس شفاه الله الكثير من الناس قاموا دخل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إضراب إلى غاية التكفل بالمطالب الأساسي لعمال التربية وهو ما استنكره أولياء تلميذ داعينا النقابة الوطنية للتربية بالتعقل والحكمة وعدم المخاطرة بمستقبل الملايين من التلميذ المزيد في تقرير كما الجفال من المرتقب أن تشل المؤسسات التربوية بعد أن قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب مع تنظيم وقفات احتجاجية وهو ما يرى فيه الأولياء أنه مبالغ فيه وأن هذه الإضرابات غير شرعية خاصة وأنها تهدد مستقبل التلاميذ نشوف فيهم بليرام يبالغوا هذو الناس هذا يعني حطوا أولادنا كيشغل في حجز حجزهم هذه الإضرابات هذه كإحنا ثاني كإتحاد أولياء تلميذ للشرق العاصمة نقولوا بلي ما هي الشرعية لا لخط الشرع ما طالب اتحهم هذو تنفذت من عند الوزارة وأمام هذه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية بات من المفروض فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية حتى لا يضيع التلميذ بين الوزارة وعمال القطاع راهم محتمين على أولادنا باش يحكموهم ويديروا بهم الإضراب ولا خلقها لو كان جو أستاذ هذا ولا ممثلين تع النقابات هذا ممثلين تع النقابات يعني يديروا وحبوا يديروا إضراب وحبوا يطالبوا بالحقوق التحهم في العطلة تعربيع ولا في العطلة تعشتاء ولا في العطلة تعصيف يديروا الإضرابات يذهبوا قدام الوزارة ويديروا الإضرابات ليخلوا تلاميذ كي يدخلوا للمدرسة ويبدأوا يديروا في المشاكل إضرابات متتالية خاضها الأساتذة منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا باتت تشكل خطرا على مستقبل التلاميذ خاصة بعد تراجع مستواهم الدراسي نتيجة مسلسل الإضرابات إلى الصحة المدرسية حيث تفيد نفسها كواحدة من الأولويات التي يجب أن تتوافر في المدارس إلا أن نقص وحدة العلاج إضافة إلى مشاكل التي تشهدها الوحدات المتوفرة عبر التراب الوطني جعلت الصحة المدرسية تدخل غرفة الإنعاش تقرير كما الجفال الوقاية خير من العلاج كثيرا ما سمعنا هذا الكلام لكن لا يوجد له تجسيد على أرض الواقع خاصة إذا تعلق الأمر بالتغطية الصحية المدرسية فالكثير من مدارسنا تعرف شحا في وحدات العلاج الصحة المدرسية نقدر أن نقول أنها ناقصة بالكثير لأن نسبة التغطية الصحية لا تتعدى 5.05% عدد الوحدة الكشف والمتبعة لزو ديس رحي في 2300 إذن هذا عدد غير كافي لـ 25 ألف أو أكثر من المؤسسات التربوية ولكن القطاع المتضرر جدا هو التعليم الابتدائي معدات طبية غير مستعملة ومراكز علاج مغلقة من حق التلميذ أن يعالج فيها إن أصيب داخل المؤسسات التربوية كثير من المعدات الطبية رحي مستعملة أبناءنا لا يستفيدوا منها نهائيا الخريطة الصحية المدرسية لازم تفتح ونذروا لها حل نهائي لهذه الوضعية حتى نعيد هذه المراكز الطبية أن تلعب دورها كاملا في متابعة طبية لأبنائنا لا يجب أن يحتروا إلى المدرسية لكي يذهب إلى الدونتس يتبليسة واحد يجعلوننا يعيطوا الوالدين ويقولوا أو تكسر والدينيتها الله فينا ومنها يسلمون تربوك ما يدويوناش قا إن كانت تلاميذ لا يعالجون داخل المدارس فكيف لهم أن يركزوا في دراستهم في ظل النقائص التي يعاني منها قطاع التربية وإن كانت صحة شباب المستقبل ليست من الأولويات فكيف لنا أن نرتقي بصحة مجتمعنا وقع الليلة الماضية انفجار عنيف داخل غرفة مسكن بحيك شيدة وسط مدينة باتنا مخلفا خسائر معتبرة في تجهيزات الكهرومنزيلية والأفريشة والأغطية لحصن الحظ أن العائلة كانت عند أقربائها لحظة وقوع الانفجار وهو ما أدى إلى عدم حدوث خسائر بشرية وفق المعلومات الأولى التي تحصل عليها تلفزيون النهار فإن الانفجار القوي وقع في جهاز التلفزيون بعد عودة الطيار الكهربائي بقوة وقع في جهاز التلفزيون حيات التلفزيون وقع في جهاز التلفزيون وأترك في جهاز التلفزيون